موسيقى أهلا بكم رغم تطمئنة وزارة التجارة واتحاد التجار باستقرار أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان إلا أن الواقع يثبت العكس لماذا يتكرر هذا سيناريو كل عام؟ ما هي أسباب تباين الأسعار بين أسواق الجملة والتجزئة؟ لماذا لم تتمكن الأسواق الجوارية من المساهمة في استقرار الأسعار؟ أين مصالح ورقابة مما يحدث؟ وما دورها في الحد من هذه التجاوزات؟ هذه الأسئلة أخرى نناقشها في حلقتها اليوم من مداري الاقتصاد مع ضيفينا سيد حاج طهر بنوار رئيس جمعية التجار الحرفيين أهلا وسهلا بكم أهلا بكم ومعنا أيضا سيد مصطفى زبدي رئيس منظمة المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أهلا وسهلا بكم أهلا بكم قبل النقاش كما تعودنا دائما أدعوكم وأدعو المشاهد لمتابعة هذا الروبورتاج لوسيم عالم قام من خلاله بجولة في بعض الأسواق ورصد التالي نذرة أم وفرق؟ ارتفاع أم انخفاض؟ ثنائية تعود مع حلول شهر رمضان من كل سنة؟ بعد مرور أسبوع من الصيام تنقلنا إلى السوق الجواري لبجر راحة للوقوف على أسعار الخضر والفواكه التجار بدورهم رأوا أن ارتفاع هذه الأسعار يتزامن مع الأيام الأولى لشهر رمضان أين يكون التهافت على الأسواق والطلب مرتفعا؟ ولأن الأسعار ليست مرتبطة بأسواق التجزئة فقط توجهنا لاسوق الجملة بالكاليتوس أين رأى بايعوا الجملة؟ أن قانون العرض والطلب هو من يتحكم في الأسعار نحن دائما نقول العرض والطالب تلك السلعة هذه كل العرض والطالب العرض كي تكون عرض السلعة تكون كينا بزاف ثم تنقص كي تكون العرض ما كاش ثم تطلع هذه هي حنا السوق تانا هكذا صحنا السوق الجملة تانا احنا الوقت اللي يأخذوا تلك السلعة كي تتغلاؤ ولا الوقت اللي يأخذوا سلعة باش ترخص ما يكون شوق تقويل يكون تع نهار يومين ثلث ايام وحنا كيكونوا في جور للولين تعليمين يجور تع رمضان السلعات تطلع السلعات تكون مرفوضة الناس قاعدت حتى تدي السلعة ورغم تطمينات وزارة التجارة واتحاد التجار لا تازل الأسواق تقضع لمنطق المضاربين وإن تطرح مسألة الرقابة في كل مرة أهلا بكم من جديد أبدأ معكم سيد بولنوار طمئنتم سابقا باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان لكن كما تبعنا في التقرير الواقع يبين العكس لماذا أصبح أو لماذا يتكرر هذا السيناريو كل سنة يتكرر لأن هناك عاملين أيضا يتكرران العامل الأول هو الضراب على مستوى الطلب دائما منذ كل سنة أو كل بداية رمضان الطلب على المنتوجات الغذائية أو خاصة الخضر فوقه يزيد يرتفع هذا كل عام يتكرر إذن مدام كل عام يتكرر فالأسعار كل عام تكرر نفسها أنها الأيام الأولى خاصة في رمضان اللي يزداد فيها الطلب ويرتفع الطلب أيضا ترتفع إذن تكرر ارتفاع الأسعار ناتج عن تكرر ارتفاع الطالب في الأيام الأولى من رمضان الأمر الثاني أيضا عندنا اضطراب على مستوى الإنتاج الإنتاج انتاعنا حتى الكميات المنتاجة من أي نوع من أنواع الخضر فوقه كل موسم ما تكونش هي نفسها ما تحافظش على نفس الوترة ونفس المستوى على الإنتاج الدليل على ذلك أنصبوا أحيانا كمية كانت نادرة الأسعار تحرتفعت موسمة اللي من بعد نوع من أنواع هذه الخضر فوقه تكون فائد في الإنتاج حتى في العين يخسروا سمحني فقط قبل أيام قليلة فقط من شهر رمضان طمئنتم باستقرى الأسعار يعني كنتم على عين فيه ندرة قلنا كلام رح مسجل وكذا قلنا الأيام الأولى تع رمضان تكون الأسعار مرتفعة الأسعار رح ترتفع موش فقط الأيام الأولى من رمضان ممكن يومين وللثلثيات حتى اللي يقبل رمضان الأسعار رح ترتفع بعد نهاية الأسبوع اللي وللثا ع رمضان الأسعار تبدأ من الخافض كان ممكن البعض قال بعد ثلثيام ولا أربع أيام لأن بعد ثلثيام ما ننسوش وهذا ما سمعنا بعد يومين ثلثيام من رمضان ما ننسوش أنه كان تسقط الأمطار اللي موش عارف القطاع التجاري يقولك وش دخل الأمطار بالأسعار لكن ما ننسوش أنه عند تسقط الأمطار جميع الفلاحين جميع المزارعين في الولايات ولا في المناطق الزراعية اللي تسقط في الأمطار يمتنعون لا يستطيعون جني محاصلهم لا يستطيعون جني محاصلهم هذا يؤدي النقص على مستوى العرض النقص هذا يرفع نطلق الدليل على ذلك أنه في خلال 48 ساعة آخيرة مع نهاية الأسبوع الأول كما قلنا مقبل الأسعار رهي انخفضت بين 20 و 30 دينار في الكيلوغرام الواحد في الريبورتاج تعكم الطماطم اللي وصلت 160 دينار و 170 دينار رهي اليوم في الكثير من الولايات 100 دينار و 110 دينار خلينا نشوف رأي جمعية حماية المستهلك وش رأيك أستاذ شوفي ارتفاع الطلب يعني أمر متوقع أمر متوقع وأعتقد أنه حتى السلطات العمومية تنبأت بهذا إذا تكررت الظاهرة كل سنة فإن التوقعات تكررها يعني يشكو ما يعرفش بأن المواطن الجزائري في شهر رمضان يستهلك أكثر وينوع أكثر إلا إذا كان غير متابع للتجارة الجزائرية وعدد واستهلاك الجزائري إذن حديث على أن الطلب يرتفع السلطات العمومية وأجهزة الضبط كين دواوين للضبط هي المسؤولة عن تلبية هذا الطلب الزائد إذن لا نتحجج بكثرة الطلب وبدليل أنه وزارة التجارة استوردت أكثر من خمسة وعشرين ألف طن من اللحم هذا كميفة لأن الصر الثاني أنه لا يمكننا الحديث عن تذبذو في الإنتاج بما أنه الجميع الجميع دون استثناء منذ أسابيع يتحدثون عن وفرة لمثيلة لها منذ سنوات جميع يعني والفيديوهات موجودة إذا كان هناك تنبؤ بأن الاستهلك سوف يزيد إذا كانت هناك وفرة من طرف الفلاحين والمنتجين فإنه لا نرى سببا مطلقا لارتفاع الأسعار ارتفاع الأسعار وعندنا أحد المتدخلين قال لك اليوم كانت بثامن غدوة ولات بثامن هذه اللي كانت اليوم ولات غدوة ما عندها لا علاقة لا بالأحوال الجوية ولا هم يحزنون ما شي قال راح جبدها كانت سخانة وفي اللي ضربت تبروري وحبست الحالة إنسان يكون شو؟ عقلية كين عاصر أخرى؟ نعم كين عاصر أخرى؟ أهم عنصر هو الجشعة الجشعة لضرب ضرب ومضاربة هذه النقطة سنعود إليها خلينا نشوفه في هذه النقطة بالذات معك سيد بل نوار حتى أشرت إلى الجشعة أو هو مش ربح هو مش ربح خيالية يعني فرق كبير بين أسواق الجملة والتجزئة لماذا هذا الاختلاف؟ أولا بالنسبة للفارق بين السعرين الجملة والتجزئة اللي كبير ما هوش عشرين في المية ولا ثلاثة في المية أحيانا يزيد على خمسين في المية نعم بل أحيانا يوصل حتى مية في المية في بعض المنتوجات نادي المنتوج على مستوى سوق الجملة بخمسين دينار على مستوى التجزئة يوصل بمية دينار عنده سبب واضح وهو عندنا عدد قليل من الأسواق الجوارية وهذا العدد القليل من الأسواق الجوارية هو اللي يدفع السلوطات قبل رمضان باش تفكر في إنجاز ما يسمى بأسواق جوارية مؤقتة سمية أسواق الرحمة والأسواق الرمضانية إلى آخره لكن دارت مية وتسعة وخمسين سوق على المستوى الوطني أكثر يعني أكثر من سنة الماضية أكثر لكن يبقى ذلك النقص لأننا القطاع التجاري في الجزائر عندنا أقل من ألف وسبعمائة سوق على المستوى الوطني بين تجزئة بين جملة بين جوارية هذا عدد غير كافي بالمقارنة مع عدد سكان اللي هو أكثر من ربعين مليون نسامة وبالمقارنة مع عدد مع مساحة الجزائر اللي هي زوجملين وثلتمائة ألف كيلوانت موربع موربع نحتاجه على الأقل بين ألف وخمسمائة وثلاثة ألاف سوق إذن عندنا عجز كبير في عدد أسواق خاصة جوارية القطاع التجاري في الجزائر يحتاج على الأقل ستمائة سوق جوارية الدليل على ذلك اللي هو كنقول سوق جواري معناها على الأقل كل تجمع سكاني ولا كل حي ولا كل دوار ولا كل دشرة فيها سوق نعم نحن عندنا ألف وخمسمائة واربعين بلدية على المستوى الوطني أكثر من خمسمائة بلدية ما فيها حتى سوق بما فيها العاصمة فيها 57 بلدية تقريبا أكثر من نصف انتع البلديات في العاصمة ما فيها أسواق إذن كيفاش نحبوه ما يكونش فارق كبير بين سعر الجملة وسعر التجزئة لذلك قلنا هذا الحل حاجة مليحة إنجاز 159 سوق لكنه مستقبلا غير كافي سمعني في قضية فقط بالنسبة لصح نوافق سي مصطفى على قضية الأسعار الجاشعة لكن لازم نفهمه الجاشعة راه مقسوم على الطرفين جاشعة بعض التجار اللي يستغلوا زيادة الطلب وجاشعة تعالى المواطن اللي نفس العدد تعالى الماكلة نفس الكمية يأكلها رمضان ولا غير رمضان لكن ربما المواطن يتخوف من احتفال الأسعار لا 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 نشرح هنا في هذه أنا نقول بالجاشعة الجاشعة موجود في زوج موجود عند التاجر يستغل الفرصة لأنه الطمع وموجود عند المواطن المبالغة في الطالب يفتح المجال للشيء الجاشعة أحيان لأن المواطن لازم يفهم كي يقول لي مثلا سمحي لك رمضان طبعا الناس تأكل أكثر ولا عندها طالب يزيد أكثر المفروض رمضان الطالب على المواطن الغذائية ينقص لأن المواطن عنده وجباتين في النهار في الأيام العادية عنده ثلاث وجبات في النهار المفروض في رمضان الجاشعة الجاشعة تعالى المواطن يفتح المجال للجاشعة تعالى تاجر قبل ما اللوموا الجاشعة تعالى تاجر اللوموا الجاشعة تعالى المواطن طيب هنا سيد بولنورة ويحمل المواطن ربما جزء من المسؤولية ما رأيك سيد تبليه طبيعة الحال لازم يعامله هو كممثل التجار لابد أن يدفع التجار لازم نعرفه حاجة أنه مصطلح الجشع لا يمكنه وضعه على المستهلك لأنه مستهلك ويدفع من جيبه يقتني من توج ما هوش جشع يعني هو خاسر في كل الأحوال لا ما هوش جشع نقتني بدرامي ما هي صداقة من عد التاجع الإشكال الإشكال أنه هذا المواطن عليه يروح يقتني ربما من توجه زائدة ولو أنه نضد هذا الأمر لأنه متخوف لأنه يعرف بأنه هذا التاجع غضوه رح يزيد في الأسعار على باله بأنه هناك بعض الموزعي الجملة قاموا بإخفاء بعض المنتوجات قبل شهر رمضان إلى غير ذلك ونشوفوا هذا السلوك ما هوش غير في بداية رمضان كي الناس اللي راح تشارت ملابس العيد مثلا قبل رمضان وقل لا عارفين بأنه مع الأيام الأخيرة لشهر رمضان معظم أنه لبعض التجار يزيدوا في الأسعار إذن هذا الطمع نقوله طمع ليس جشع هذا الطمع أدى إلى جشع التجار برفع هذه الأسعار ومواجهة هذا الطلب المتزايد بأهم شربح كبير يزيد على ذلك نحن نتأسف لما نهضره على الأسواق الجوارية وهذا اندل على شيء ما يدل على أنه هناك نقص كبير في الأسواق وتفطنت وزارة التجارة من خلال خلق هذه الأسواق الجوارية ولكن خلينا نعطي واحد المثال أسواق جوارية جات حتى تكون قوة موازية للأسواق النظامية حتى سميت بسوق الرحمة حتى سميت بسوق الرحمة ولكن أختي لما أنا مثلا عندي لاعبين عندي 159 سوق جواري وعندي منافسة كوكأنه ملعب كورة قدم عندي 11 واحد راح يلعبوه وأقوياء منظمين إلى غير ذلك ونا راح نجيب 11 واحد نحطهم بشي نفسهم نجيبهم على الأقل صحاح على الأقل عندهم صبابة حتى أن نجيب واحد كأوان راح يلعب ما راح ندخلش بحداش اللاعب القروحي بستة حتى أنه في حديث سيد زبدي عن أن الأسواق لا يوجد فرق كبير بين أسواق الرحمة والأسواق العادية هذا ما حدث للأسف الشديد أنه أثناء تدشين هذه الأسواق وهذا ما كنا نتخوف منه واذكرناه وكان معايا الأخ بورانوار وقلت ما أتخوف منه أنه هذه الأسواق الجوارية لن تكون فعالة حضرنا تدشين صحيح حضرنا بعض مدارة صحيح حضرنا أسعار تنفسية في اليوم الأول ولكن بعد ذلك في اليوم الثاني والثالث نعم هذه الأسواق أصبحت خالية على عروشها وهذا ما أدى إلى أنه لعبين لخرينين هل قوار واحدهم وحدهم في الميدان هل وققتتم على هذه الزيادات في الأسواق الرحمة هل أنتم على دراية بحقيقة الأسعار هناك المعلومات الواردة من الولايات التي فيها هذه الأسواق أو من المدن التي فيها هذه الأسواق تقول أنه لا يوجد فرق كبير لكن على الأقل على الأقل تقلص من الزيادة المحتملة لأننا كنا نقول عدد الأسواق عدد الأسواق يكون قليل يزيد في السعر ليس مسألة اعتباطية ولا هكذا لماذا؟ لأن أحيانا العرض يكون متوفر في سوق الجملة عن 46 سوق الجملة على المستوى الوطني أحيانا العرض متوفر لكن المنتوجات كما يقولون تخرج بالقطرة تخرج بكمية قليلة لأنه لم يكن ميساحات كافية أسواق تجزئة كافية التي تستوعب هذه الكمية بسهولة وكذلك بسرعة إذن يوقع كما يقولون صعوبة في توزيع هذه المواد مدام صعوبة في توزيع هذه المواد إذن الفارق بين سعر الجملة وسعر تجزئة يزيد لكن نعود أن أكد لو كان عندنا عدد كافي فقط 500 سوق جوارية ننجزوها لو كان رهيب على الأقل 500 سوق زيادة الأسعار الآن تكون أقل لماذا؟ لأن الفارق الذي رح على الأقل بـ 50% بين سعر الجملة وسعر تجزئة هو رح يتقلص يعني هنا المشكل في المساحة فقط يعني ألا يوجد مشكل في التخزين أشرت قبل قليل إلى الإضطراب الجوي الذي قدم قبل أيام وهو ما تسبب فيه الندرة ربما هل فيه تخزين يعني المشكل فقط على مستوى المساحة على توزيع كيف نقولوا الإضطراب الجوي ما لازمش الواحد يغالط يغالط روحولة يغالط الناس يعني نسكن دائرة حسابها كما يقال نقولوا الإضطراب الجوي هو اللي رفع الأسعار لا لا ما نقولوش الإضطراب الجوي هذي ما كاش اللي يقولها اللي يقولها كما يقولوا وراه خارج مجال التغذية يعني هنا أربما يطلق مشكل تخزين لا مشاكدا تساقط الأمطار كي تبدأ في نصف الساعة في الساعة اللولة اللي تبدأ الأمطار تتساقط في أي ولاية أول حاجة يبدروا الفلاحين يفدوا الهواء تفتاحهم يتصلوا بالموزعين تحهم قال يا ودي راي عندنا بدأت الأمطار تسقط مستحيل باش الخدامين تعيجي نقدر نجني تيمار إذا ما نبعث لك شالمنتوج طماطم حتى كي تصحب إذن ماذا يحدث غدوة من ذاك يحدث النقص في أسواق الجمال الخدر الفوكي علما أنه كل واحد لازم يعرف بأن التموين بالخدر الفوكي ما هوش أسبوعي كما بقية المواد الأخرى ممكن تجار المواد الغذائية العامة مرة في الأسبوع ولا مرة في الأسبوعين يروح يشري الزيت ولا يروح يشري يتموين معناتها بالزيت ولا بالسكر ولا بقاه الخدر الفوكي التموين انتها يومي معناه لو كان اليوم فقط تسقط الأمطار اليوم غدوة من ذاك يكون النقص في المنتوج طيب سيد أنتقل سأعود إليك سيد زبدي ما مكانت العرض والطلب في تحديد الأسعار العرض والطلب ليس العامل الوحيد في تحديد الأسعار سمحيلي كاينهمنا لك عدة عوامل نحن اخترنا نظام اقتصادي حر نظام اقتصادي استوردنا نعم وحطيناها يعني في سوق وطني ولكن للأسف شديد بدون ضوابط لو كانت هناك الضوابط التي تتحكم يعني خاصة فيما يتعلق بتتبع مسيرة المنتوج هامش الربح إلى غير ذلك بطبيعة الحالة هذا هو شيء يتحكم في السوق نعم ولكننا نشوف عندنا قانون الأحوال الجوية قانون المضاربين قانون غرف التبريد هذه قانون الفوطان هذه قوانية تتحكم في السوق الجزائري وبالتالي يصبح قانون العرض والطالب جزء جزئية بسيطة في تحديد الأسعار ما رهوش هو الأمر المحدد للأسعار زيد على ذلك يعني بعض بعض القوانين اللي للأسف الشديد نتحدث فيها غير في الجزائر أنا أنا حايرا البلدان سكون ديناوية هذو اللي عندهم شتى يعني طول العام كيفا عايشين هذو ما شمع نهار قال لك طلعت لهم القرعة ولا طلعت البطاطا ولا كمارا يصرنا غير في الجزائر برغ وقانون الأحوال الجوية وقانون زيد حاجة وعند أخرى يعني نحن نسير خارج السرب بس نجال ناعم نكمل فكرة تاعة ما قطعتكش يعني وذلك نتسائلو يعني إن شاء الله يضحيانا ربي ويضحي رمضان في الشتامر كيفا نبيرو بسيطة ما دركنا بدهم نظرك نخزنو لكيفا هاي كين إنسان يكون عقلاني ما عدناش برمجة والأسف الشديد ما عدناش نظراء استشرافية ما عدناش بخزون استراتيجي ما عدناش ما عدناش عدد عمور والأسف الشديد اللي نقول لك حاجة مثلا لو كان نطلبه أعدد أو أرقام غرف التبريد على المستوى الوطني ما عدناش طيب هل تحمل تاجر جزء من المسئولية أو المسئولية نعم نمشي مع نفس المثال اللي ذكره صديقي مصطفى هو البلدان إسكندونيوية البلدان أوروبية عموما ولا البلدان الأمريكية ولا الأسيوية علش عندها الأسعار مستقرة السيزي بدي تساءل وعلش لأنها عندها عاملان مستقرة العرض عندهم الإنتاج مستقر طول العام العرض متوفر طول العام بنفس الكمية مشي اليوم كاين طمطيش بزيادة حتى الترمات غدوة من ذاك ناقصة حتى السعر التحف عندهم يحافظوا عندهم آليات في شبكة تخزين شبكة الهيئات اللي عندها علاقة بالتوفير العرض كلها تعمل ومؤهلة ومستقرة تضمن استقرار الإنتاج واستقرار التموين اللي يسمى استقرار العرض لكن نحن في هذه الفترة سمحني نقاطعك ما عندنا مشكلة هذا مشكلة ندرة ووفرة الإنتاج في هذا الموضوع أنا جايك قلنا علش الأسعار المستقرة عندهم الشي ثاني عندهم استقرار في الطالب ما تصيبه هو يومي نقبل رمضان يدير طوابير على الجاج ما تصيبه شي يقولك يودي رمضان نشري ثلاثة كيلو خارج رمضان نزوج كيلو وتكفيني ما تلقيش يدخل الخباز إذا كان الرجل الإسكندانيفي الإسكندانيفي سويدي ولا دانيماركي ولا من يش عارفنا واش إذا كان العام في جونفي يشري الزوج خبزات يشري خبزات لكن أشار أشار قبل قليل السيدة سيد زبني نختم بهذه قاعدات تعمل بها كل الدول سواء في أوروبا ولا في أمريكا ولا كذا إذا أردنا أن نحافظ على استقرار سعر تعملتوك هناك عاملان السيد زبني يقولك لا العرض وطالب ما عندهوش عامل كثير هما العاملان الوحيدان فقط التفسير انتحهم أنك تشفو نقاط تفصيلية أخرى ما رأي نزل ما كمل نكمل هذه النقطة لا يمكن جي بأحسن متعامل اقتصادي جي بأحسن منظمة حماية المستهلك في العالم ما شيفت زير فقط تقولي لهم الضمنوا لاستقرار الأسعار بلا ما تضمنوا استقرار العرض والطالب يقولك ما نقدروش إذا أردنا أن نحافظ على استقرار الأسعار الهيئة المشرفة على استقرار الإنتاج لا بد تكون في المستوى الهيئة المشرفة على الاستهلاك وحماية المستهلك تكون أيضا في المستوى تضمن استقرار الطالب أنا الآن في الجزائر الضمني اللي يزوج حاجات استقرار العرض واستقرار الطالب من الضمان لك بلي الأسعار ما تتغيرش منها على 20 سنو طيب سيد بدي ما رأيتك شوفي أولا البلدان سكوندينوفية يبطح فيها الشتاء يبطح فيها الثلج وتتقطع الطرق إلى غير ذلك ورغم ذلك تبقى الأسعار المستقرة لأن الإنتاج مستقر ما عليش خاني دوك نجاوبك نحن الإنتاج تعنا بشهادتك أنت قلت كاين وفرة منذ أسابيع قلت كاين المشكلة في العرض المشكلة في الطالب وانت كتاجر تعلم أنه في شهر رمضان يكثر وما أنا مو كنت نشر يرقل نقول لي نشر يكيلو لأنه حاجات لأنه حاجات العائلة الجزائرية تكثر لأنه الأطباق تختلف الأطباق الأخرى لأنه ربما الغذاء الوحيد المتزن لتأكل العائلة الجزائرية وفي رمضان تأكل صلاثة تأكل الجواز تأكل الديسير إلى غير ذلك إذن هذه التنبؤات موجودة وتنبأ بها التاجر وتنوأت بها السلطات العمومية هل التاجر هنا عاجز عن التحكم في هذا الشيء؟ شو في التاجر أولا أنا أتعجب لما مثلا اتحاد توجر الحرافين يريد أن يدافع على وضع يعني الميكانيزمات التاعه مهترئة أو لغير سوية الآن ما يمكن باتحاد التجار والحرافين أن يبرروه هو هذا الهامش في الربح الزائد وبدون مبرر لأنه لما يقول لي أضمن لي استقرار في الطالب نضمن لك استقرار في العرض لا يا أخي فسع كين حاجة نذكره دايما من هذه البلدان الأوروبية عندهم فتارات وين يكثر الطلب عندهم فنطاني نهاية سنة عندهم باباهم نوال عندهم مكذا يشريوا الشوكولة يشريوا الحلوية يشريوا عندهم تنبؤ بهذه الأمور يا هل تارا ما يعرفوش برمجو برمجو للأسف الشديد نحن على بينا باللي راح نستهلكو قول لي ما خبوش الزبيب وما خبوش العينة قول لي ما خبوش خبوها قبل قبل أيام رمضان شكول لي خباها هذا وخرجوها بمئة الف في أول يوم من رمضان إذن هنا للأسف الشديد نقول لكم ما هوش غير عضو طالب هناك احتكار وهناك جشع وهناك هامش ربح يعني غير شرعي طيب هنا سيد بنوار ما تبريركم قال أنه ما عندكم مبريرات كافية أنا نعود نرجع هذه أنا ممكن الآن ممكن هني تكلمت في البداية وتكلمت مقبل وقبل رمضان قلت أيضا هناك مضاربة هناك احتكار هناك هذا هناك هذا لكن ما ننكروش بأنه هناك عوامل كثيرة ممكن كان ربع عوامل يحدد من خلال السعر الكمية هل هي متوفرة أم لا شبكة التخزين هل هي مؤهلة أم لا التسويق شبكة التسويق عندنا عدد كافي من الأسواق الجملة وأسواق التجزية أو الأسواق الجوارية ولا لا ثانيا نمط الطلب أو حجم الطلب هناك تحاول تبرئات التاجر بكل طوال لا لا أنا أقولك تسويق هني دخل تسويق معتها شبكة تسويق التي نحن معطلة وناقص من بين أهمها عندنا نقص كبير في عدد الأسواق الجوارية لتسبب أنه تفارق بين سعر الجملة وسعر التجزية يكون كبير تخزين غرف تبريد ما هيش أيضا تلعب دورها في ضمان استقرار التموين هذا ثنين عندنا أيضا على مستوى الإنتاج وإن كان في العام كامل من تكلموش فقط على رمضان وعندنا ثاني الطالب الطالب أيضا عندنا فوضاوي أنت تقول لي مثلا قال الطالب رأي أنا الشيء اللي يزيد عندي الطالب لكن هذا قولي أنا حاشتي في نفس الوقت شركات عمال نظافة شركات عمال نظافة جمع النفايات في الزاير وفي الوهرن وفي الزاير يقول لك أيضا حجم المواد الغذائية اللي ترمى أيضا زيادة في رمضان أكثر من الأشهر الأخرى فقط سمح لي فقط في هذه النقطة بذات يعني هل هوامش الربح حرة يعني غير محددة ما فيهش سقف معين الهوامش الربح بالنسبة للتجار ما كاش ما كاش هوامش الربح لأنه لأني في كل دول العالم في كل دول أغلب دول العالم حتى هوامش الربح بالنسبة للتجار الجملة بسلم رانطالبوا بها لكن حتى في دول ما كاش العامل اللي يتأثر به ينخفض به السعر هو العامل انتع زيادة الإنتاج طيب وسلم إذا أردت أن تخفيدي سعرا في أي منتوج نعم علش اليوم اليوم فقط في 48 ساعة الأخيرة الأسعار تعالخوضر فواكه انخفضت بين 20 دينار و 30 دينار وممكن نطي حتى أمثيلات تعالمنتوجات في الكيلوغرام الواحد ما دام انخفضت إذن نقول لازم نتراجعوا كي تهمنا التاجر في رفع السعر وصل طماطي 16 ألف إذن نقول آه التاجر عنده رحمة ها وخفضت السعر كيفاش كي ترتفع السعر نقول التاجر المتسبب عندما تنخفض الأسعر لا لا مشي التاجر التاجر خاطئ في الأسعر مشي واحدة سعر ما رأيك سيد دار شوفي نعم الله غير نعطي واحدة ميتة بارك وارب في يسامحني وكان ذرك وذرك نحبس وقل له غلطنا في رمضان تجمع غلطنا في التاريخ هذا غلط رمضان على يومين على يومين تشوفي الأسعر كيف ترتفع تعود ترتفع تعود ترتفع فهمتي إذن ما راهوش مشكلة تعرض وط مشكلة تع وقت تع انتهازية تع المواطن الجزائري روجيني روجيشري ملزم باقتناء هذا المنتوج ملزم ورانا شوفنا عطينا عدة أمثلة في الاحتكار في المضاربة لما تحطوا عليها مش الربح نحن هذا البلدان نقولوا باللي أسعارها مستقرة وعندهم العرض والمستهلي كنتحهم ملاح وعاقلين ما يزيدوش في الطالب ولما نتحدث عن الأسواق الحرة نقرنوا أنفسنا بيهم قال لا لحتهم ما عندهم أسواق حرة لما نديروا ميكانيزمات تفتحهم في بلادنا ونطبقوها ونبدأوا بالتجار ثم نقدروا نحضروا على أسواق الحرة من خدروش طيب هنا كيف يمكن القضاء على مشكل ما سميته وما يسميه الكثيرون بجشعة تجار تسقيف هامش الربح لا بد أن نعود إلى تسقيف هامش الربح للمواد الكثيرة الأسهلاك والأساسية وعلى رأسها الخضر والفواكه الموسمية لما نحدد نسقف هامش الربح بمعنى أنه المنتوج يحدده الفلاح إذا الفلاح هذا اللي عم جاته صابة مليعها إذا البطاطة بالفين فارك إذا جاته صابة ما هي جمليح إذا دينا بخمس ألف هو الأول الذي يمكن هو تحديد السعر وبعدها نحدد قال هامش ربح هاولك تنتج حال عندك سبعة في الميان تعجرين في الميان حتى نتصل إلى المستهدف نعم وصلت الفكرة ربما حتى هنا نعرج على دور الرقابة المصالح الرقابة لضبط هذه التجاوزات سيد بولنوار كيف تجدون دور مصالح الرقابة يعني ما هي إجراءات التي تستخدم مصالح الرقابة ما ننسوش أنه لا يمكن أن تطبق قوانين الرقابة الآن جميع المراغبين تع وزارة تجارة وجميع المراغبين تع وزارة أخرى وزارة الفلاحة وزارة الخارجية وزارة التربية وكذا كلهم يراقبوا ما يقدروا يخفضهم السعر المشكلة الأسعار ما يتنحاش بالرقابة نعم الأمر الثاني ما شي ممكن تضبطي قوانين تعرقبة أولاً هذه التفكير في استئصال الأسواق من خلال إنجاز شبكة أخرى التسويق إدراج هؤلاء المتعاملين في الأسواق الموازية في التجارة المنظمة ومن بعد ثانياً حتى في قضيات تحتها تحديد هوا مشربح لازم تبدأ من منتج من الفلاح إذا كان مواد غذائية فلاحية خوضر فواكه إذا كان مربط على لحوم إذا كان مصانع إذا كان تنتج مواد غذائية مصنعة إلى آخره هوا مشربح تبدأ من البداية من عند المصدر طيب وصلت الفكرة هذا سمع مع أنت نزيد نكمل نوضح هناك عوامل هي اللي من خلالها يتحدد السعر دور الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين هو أنه توجيه التجار للالتزام بالقوانين وتجنب أشكال المضاربة والإحتكار دور أنتع جمعية حماية المستهلك هو نيدال المواطنين باش يحافظوا على مطم الاستهلاك لكن لم يت اسمح لي لم يتم لي لماذا؟ لأنه طيب اسمح لي لم يتم لأنه نحن نسيبه ممثلين نتاع التجار يغطي المسؤوليين تاعوا والدور تاعوا لسبب المستهلك المستهلك هو طالب نسيبه جمعية حماية المستهلك عوض أنها تقنع المواطن وتساهم في نشتغفة السلام التجارهم يغلوا طيب سيد زبدي هنا هل دوركم فقط نحصر فيه التهرب من المسؤولية بتوجيه الاتهام إلى الطرف آخر هو اللي وخرنا هو اللي خلاننا عشر سنين ونتلاقى مع سيد زبدي ونحضروا نفس الكلام والعام الجاي أيضا كي تعرضونا أنه نحضروا نفس الكلام لكن لو كان كل طرف يعني في كل موسم يتترد يركز على السلبيات انتاع القطاع انتاع ويعالجهم تأكدي باللي عام عامين نكون القطاع التجاري انتاعنا ونمط الاستهلاك ونمط الانتاج يكون روعة يحاول تبرئة التجار وأنت تحاول تبرئة المستهلك وقال أنكم هو مدافع جيد وبارع التجار على كل حاجة مدافع جيد على المستهلك نعم كان حاجة نحن لا نرفع المسؤولية على المستهلك وعمرنا ونرفعنا مسؤولية على المستهلك ولكن مسؤولية المستهلك محدودة فيما يحدث يعني من اختلالات من بينها أيضا جشع التجار بطبيعة الحال نحن لما نتوجه إلى المستهلك نتوجه له بالنصح وبالإرشاد وهذا ما نقوم به وهذا يعني لا يعفينا من محاولة إيجاد الخلل الموجود والذي أدى إلى الطيراب السوق ومن بينها ذكر الأسباب وكذلك ذكر الحلول وهذا ما قدمناه يعني نشاطره في كثير من الحلول التي قدمها ومن بينها الأسواق الجوارية لأن عجز تعميئات الأسواق الجوارية تهديد حملها من شربح العمل أيضا بنقطة ما قالهاش العمل بالفوتر ووصول معاملات تجارية حتى نعرف نظام تتبع المنتوج ونحن لك عدة أمور والأسف الشديد الآليات موجودة المراصم موجودة ولكن للأسف الشديد من مجال التطبيق ما زالها قائمة طيب على أمل أن تطبقوا وإن شاء الله العام الجاي ما نعودوش نقعدوا هذه القعدة ونتحثوا على نفس المشاكل شكرا جزيلا لكم ماذا يفيري الكريمين مشاهدين شكرا لكم على طبيع المتابعة سأفترككم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة